سنة مهجورة في الصلاة في التشهد كما ذكر ذلك العلامة الألبانية رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح وهو دعاء من أشمل وأجمع الأدعية وأكمل الأدعية يعني تخيل دعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأدعية الكوامل الجوامع ثم بعد ذلك كثير من لا يعلمه ومن يعلمه يغفل عن ذكره في التشهد بعد الانتهاء من التحيات وصلت على النبي صلى الله عليه وسلم أوصل النبي صلى الله عليه وسلم أمنا عائشة بأن تدعو رضي الله عنها بأن تدعو بهذه الدعوات فقال يا عائشة عليك بالكوامل أو فقال عليك بالدعوات الكوامل الجوامع تجمع كل خير قولي عندك صمع نقاط النقطة الأولى اللهم إني أسألك من الخير كله يعني خير الدنيا والآخر جمعنا كل شيء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم عشان الإنسان في خير كثير لا يعلمه وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم قد تكره بس يكون فيه خير وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل جماعة كل الأقوال والأعمال التي يحبها الله بهذا الدعاء اللهم أني أسألك خير ما سألك عنه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما ترك بابا من أبواب الخير إلا وسأل الله سبحانه عليها ولا ترك بابا من أبواب الشر إلا واستعاذ من الله منه فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى هذا جملة وآخر عبارة وأسألك فيما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته يعني النتيجة تحديد أي أمر تقضيه إليه أن تجعل عاقبته رشدا يعني تجعل النتيجة تحديد أي عمل تقضيه إليه ولو كان ظاهره شراً أن تجعل النتيجة خير ورشد له في الدنيا والآخرة هذا الدعاء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من الجوامع أو عليك بالجوامع الكوامل ومع ذلك كثير مننا يغفلوا عنه فحافظوا عليه وانشره أخبر الناس به أحيى هذه السنة وتكونوا في ميزان حسنة اليوم القيامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة